خوتي المغرباء حياكم الله أينما كنتم داخل المغرب وخارج المغرب قبل وصلتني واحدة الرسالة غريبة الأطوار سيل مهداوي السلام عليكم في الواتساب بالنسبة لفندق لابراندا بمراكش تدخل السيد الباشاق قبل قليل استمع لشكاية نزلاء الفندق وأخبر مدير الفندق بأن هؤلاء النزلاء تحت رعاية صاحب الجلالة وطلب منه تحسين الخدمات المقدمة له قبل أن نقف عن هذه الرسالة وأسباب نزولها وسياقها خاصة أنها تضبط بحث تفاصيل مهمة وكيف حتى توصلت بها لابد بداية هذه الحلقة أنني أعراج عند واحد من نقطة أطارت انتباهنا وكينا هجوم من بعض تقريبا شي خمسة دي الناس معرفناش لازلنا مصدومين ومفهمناش سر الهجوم ديالهم على الرئيس السابق لتونس الشقيقة سيمون صيف المرزوقي وهذا أمر آلمنا معرفناش علاش لحد ساعة معرفن شنه هو الساب الحقيقي لهذا الهجوم ولنفترض جدلا أنه كان شي رأي عبر الإنسان على رأي فهل يباني لهذا أنه نهجمه أولا رأي السابق لدولة الشقيقة أهم من هذا نختلفه معه ماشي مشكلة ولكن ما نكونش الإساءة واللي أهم من هذا هو أن السيمون صيف المرزوقي من ينساش الناس بأنه صديق دي المملكة المغربية ودعم وناصر المصالح الحيوية والعليا للمملكة المغربية وخاصة في الصحراء بل أقبل من شهر تقريبا في اللقاء حوار دياله مع عربي بوست قال الرئيس تونسي الأسبق منصف المرزوقي إن لغة الحوار بين المغرب والجزائر هي التي يحتاجها اتحاد المغرب العربي تجنب أي تفرق وتصدع في المنطقة ودعم المرزوقي في لقاء خاص مع عربي بوست مبادرة المغرب بالحكم الداتية 10 شهر بحكم داتي في الصحراء المتنازع عليها بين الملكة وجبهة البوليزاريو التي تحضى بدعم جزائري كبير واعتبر المرزوقي أن التمسك جبهة البوليزاريو بإقامة دولة السادسة في المنطقة لن يساهم إلا في استنزاف كل أطراف وهي المغرب والجبهة والجزائر كما أنه سيؤدي إلى وصول المنطقة إلى نفس المصير الذي تأيشه دول شرق المتوسط إذن ها هو موقف ينتصر للمغرب كنا نتذكر واحد الموقف دياله كذلك معروف ديال السيمونسي في المرزوقي يقول لا يمكن أنه ضحي رجعنا المغربة إلى ما نركزه مع هذه العبارة ديالسيمونسي في المرزوقي للبعض يمكن سيره معرف لاش علاش لا يمكن أن نضحي بمستقبل مئة مليون مغاربي لأجل مئتي ألف صحراوي في حين إن هؤلاء يجدون أنفسهم معززين ومكرمين داخل اتحاد مغاربي وضمن الحكم الداتي في الدولة المغربية نحن نريد توحيد الدول ولا نريد إعادة التقسيم إن قبلنا بذلك فما الذي سيمنع غدا من المطالبة بتقسيم الجزائر أو تولس إذن هذا الرجل ضد المسبل وحدة الترابية للمملكة المغربية موقعه الاعتباري وهذا الموقف اللي يداره معنا ويخدم قضاينا لا يستحق منا أي إساءة النقطة الثانية قبل أن نجيل هذا الرشق التي أعليكم ذلك الرسالة الأولى أولا نريد أن الناس يتبعونا ويساولون على قضية ديالضوحة البنت ديالتي فلت كلكم تبعتوا لذلك البنت للوالدين ديالها يقولوا بأن اللقاح ديال الفيروس هو اللي خلق لها واحد شلال وكالله حتورة تبعتوا الحلقة يمكن لكم ترشعوا فيها هذه تقريبا شيء خمس يام تصل بين الأب ديالها وقال لنا على أنه هذه كلمنت ضوحة فقدت الصوت نهائيا موقع شكا تهضر وكذلك موقع شعر ليحتي الديان وكان في واحد الحالة نفسية هستيرية هستيرية صدقوني صدقوني أخواتي إخواني مشي زع ما تألمت بزعف وقلت دباع أو الثاني غير مقارنقوله كورونا والبنت اللي بينهم بحالي كنستهدفوا المجهودات كنبغيون نديروا اليوم واحد العمل الصحفي اللي فيه كنديروا دورنا وفي نفس الوقت ما نبينوش على أننا عندنا شي موقف توجه مجهودات ديال السلطات أو اللي كان مخصو كنحاولوا نتجنبه فقلت خلي حتى نشوفوا الأمور فين غاتمشي اليوم تصل بيا مسكين طبعا ما غادش أن نجاوزوها وكان عندي سؤاليه مهم قلت له السلطات المغربية شي جيها مسؤولة واش قد بتلك شي دعم من بعد ذلك الفيديو ليدرنا وفق اللي سناء ورشيدون انتم ما قد سمعوا منهم مشي تدق طفلة ضوحة يعني اللي العمور دي ظهرت أسر عام اللي قاح ديال كورونا لزرحة تانية فتحولت يعني الحيات ديالهم إلى جحيف قل لي يا حميد فقط المغاربة قل لي من داخل المغرب وخارجها قل لي مساكن كل شي الفيديو دي يركي أطرف فيهم قلت له لكي المسؤولين للمغاربة شنوز عما قل لي القايد راه كي سوء لا قلت له واش كي شي دعم مادي من عند السلطات هزوها عالجوها فتحول قل لي أبدا أبدا قل لي رانا قل لي من غير المغاربة حياهم الله مساكن في مكانه قل لي دبا في انتا قل لي نغادين عند واحد طبيبة قالوا هالي هنا قلت له خاص قل لي بريبي قلت خلص عود تاني من نجي قال لي وهاد شي اللي قسم الله عز وجل بقيت مسكين واحد الآلام ما بعدها آلام وكان ممكن نجي وعود تاني نديروا فيديو فضوحها تفقدوا صوتها عايقول لك عود تاني بحال انت على أي اليوم مسكين لاني خلدي المواكبة وخصين تابعوا اتصلت به الصبح قلت له أمضرها شنو وقع اليوم قال لي اليوم في الصبح قال لي رجعت تدريجية بدتك تهدر شوية قلت له لي يديرها قال لي بدتك تحركها شوية قلت له الرجلين اللي وخط قال لي ذكر لي المقل في حالة هما هما قال لي ولكي الصوت راها كترش عمس كين قلت له واش قالوا لك شنو سبذتش قال لي مكيبغوش يقولوا لي قال لي تشي واحد مكيبغوش يقول لي شي حاجة فآلمني بزاف أنه اعتشي واحد من السلطات معالج مات رغم أنه وضعه المادي هش هتسيد ورغم أنه وضعه يعني الاجتماعي يصحق كل دعم فنجددوا مناشدتنا مناشدنا مناشدتنا للمسؤولين المغاربة أن يقدموا الدعم لهاتسيد ومن غير هاتسيد الناس اللي وضعيتهم مساكن عيانة ومريضة إلا مشاولوا ببوند الوطن وتلقحوا إلا وقعتهم شي حاجة فيتكفلوا بهم يا باطل الله هذا أضعف الإيمان وهذا غير يعطيه وحد دفع كبير الناس يتفعلوا مع اللقاح فنجدد اللقاح ما نتنكروش لولادنا أخوتنا اللي مريض نهزوه اللي مريض نهزوها عباد الله أرجع للرسالة وكتبتها بتحت هي بهذا الموضوع ديال هاد الطفلة هاد رسالة اللي قرأت عليكم هاد رسالة باش نحن تكون في السياق شنا هي المغاربة وصلتني عدد من الشيكايات ديال الناس تيقول لك بأنه واقع شي عدد على حساب ما وصلني ناس مع تاسمين فضل وطيل هادا مع تاسمين ونايد واحد الهاراج والصداع وكذا من الخارج من الجارية الناس اللي كانوا عالقين هاد رسالة اللي تفتحت السياق نائية واحدين فيهم جاوا جاوا بوحد طيارة كانت في الإمارات مشات كانوا في الإمارات بعضهم مشاول تركيا مهم دخلوه في هاد طيارة هادي ولكن الاستقبال كان سيء لعشال بارح كانت السيد مسكين اللي صيف تريسالة كي هادر معي في واحد الحيل بحالي الكشكوشة خارجانو يعني مرتو مرتو معدبة مرتو قال له مع الجاية من الصفر مع شنو فالليل قات له قصمة بالله كليت نص بيضة لا أقل لو أكثر اليوم في الفطور قلق جايب لهم الخبز وشوية لقهوا ما كيش آتي بعين ماك لا رادي أو قديمة على حساب ما عاودك سيد وقلت له هاد السيد كتتحمل في مسؤولية قال له قال له كتتحمل كامل مسؤولية وقال له سجل هاد هادراء ما كيش أدناه مشكل على أين قلت له شنو كينة شوية شنو قلت له عاود ديارق سبضغط باش الناس نوصلوها الناس قال لي أنا المراد يالي قال لي مش هتعد ولادها في الإمارات مزيان قال لي وانا مقطع بييبس بعلية في دلهم قال لي قال لي مني بغات الروتور تحلقت الرحلة قلنا نمو خاطئ وانا ديك السبعين الفريال لكتو ما ترجعون قال لك لا هاده طيران مغربي مش حان تسع الاف دلهم اذا تلتة الاف دلهم مش هت تلتة الاف دلهم زيت تسع الاف دلهم قطع السيدة صافي حسبوها عليها شوية قالوا له لا ما كيناش رحلة علاش اذا ارجعون يا تسع الاف دلهم لا ما كينش تسع الاف دلهم قالوا له عبتاني عندك حق استعملها عام حال ما كين بس شنو دهر مسكين مشها لتوركيا من دونك خدا طيارة هاد المرت و هاد المرت هادي مسكين اللي دبع حاصلة هو كي ضرب عيما من قونترا مشات مسكينة من يعني من الامارات مشات لتوركيا بخمسة الاف دلهم ومن توركيا دخلت المركش بخمسة الاف دلهم مش حولت عاشات الاف دلهم مليون اذا باش توصل للمغرب هنا عندهم مليون في تسع الاف زيتوا على ديك تلتة الاف دلهم وقال لي يا كيني الناس من الامارات كي يجيبوا جيشج المليون. قلوا كيفاش؟ قال لي بالله لكن. قال لي الناس مزيرا. الناس ما عندهم مش حل جيشج المليون. قال لي مين وصلوا هنا يا. قال لي ديك الماكلب ديك الطريقة. وديك المعاملة سيئة. كي يقول لي واش حنا مغاربة ولا ماشي مغاربة مكشكش. واحد شوية ابتني كعيطي يا. كي يقول لي يرى المولوطي. كي يقولهم. قالوا مشوفوا مع القايد. احنا ما عندنا علاقة بها الشي. انتم ما في ضيافة القايد. القايد هو اللي مولوطي. سافي. دينا كان بحشوف هاد الموضوع. حتى وسطني هذا ليس على هدي الخلقات لكم. ده بعد. انا جيت لهنا الستوديو لنأطر في هاد الموضوع. لنا اليوم السبت. حتى كان قرأ هاد الرسالة فتحت رجيت. سير مهداوي. السلام عليكم. بالنسبة لفندق لابرانضا بمرقش. تدخل السيد الباشاق قبل قليل. استمع لشكاية نزلاء الفندق. واخبر موديل الفندق. بان هؤلاء النزلاء تحت رعاية صاحب جلالة. وطلب منه تحسين الخدمات المقدمة له. اذا في عطار هاد الشي غال نقشوكم في حدود هاد المعطاية. شو اللي ترلي انا في هاد الرسالة بعدها. قبل ما نقشع. جيتني غريبة الرسالة. سيد الباشاق قبل قاعدة استمع لشكاية النزلاء. اذا دخل الباشا فوكاش. من بعد الحتجاج هادين نقطة. لو لا يخص نسجدوه. واش احنا بالضرورة السلطات المغربية. بالضرورة. على انه خصي يكون حتيجاج. ويجي مسؤول. عاد ندكنوا راكين تعريمات دي جلالة الملك. هلاش امور ما كانت فيش مشكلة عادي. ما نحتاجوا للباشا. للمهداوي. للفيديوهات. لليوتيوب. احنا كنرجع لواعد فكرة دائ كي خلقو لنا شروط دي المشاكل. بلي كنديرو دولنا الصحفي. مش احنا لي كنخلقو المشاكل. دبا مش انا اللي اعطيت البيضة لديك لما الصحافة. مش احنا الصحفيين اللي خلصنا بخمسة لفدارة. مع عباد الله. رخصنا الحاكم ومن يصنعوا الازمات. احنا وظيفتنا هو نصلي الضوء على الازمات من اجل استلاحها. اذا لاش كنجيول عاد الصحافة ما تقولش والصحافة كنديرو وسطو هاد مشاكل الناس. انا دايما كنقراصي في هاد البلاد مخصيكش درع المشاكل للناس. ها هما الناس كي يعانيوا. دبا هاد تدخل السيد الباشاق قبل اقال واحد خلعة تباله مزيان. دخلوا الناس وحادوا المشاكلة تعليمات جادة الملك مزيانة. ولكن ما خصناش نساوي حد المشاكلة خطيرة. علاش? كين حتيش عاجو الناس. ايك الناس كين كورونا? علاش ما تكونش الاستقبال وحوص الاستقبال والناس خدامي عادي. ما بغيش نستعمل ديك المصطلعات ديك. علاش حنا بحل يعني خصحت تتكون كامون تتكون شي حاجة. كنا تعليم الملكية. القيدي دير خدمتو. الباشا دير خدمتو. لوطا دير خدمتو. الجاماليك دير خدمتها. ولارام دير خدمتها. كونش دير خدمتو. علاش نفجعو الصحافيون وخشو كان هضرون بلبلو وكادم. علاش? وقينة امكانيات الخدمة. لأمور بسيطة. بشها الباشا. ايو دير هاتشي من الول. علاش يا عايط لي. دوق هدي نقطة. لقطة التانية. نفترضو ما كيش تعليمات جلالة الملك. دبا هاتشي. تحال في ايطال تعليم جلالة الملك. واش دبا احنا? غ تعليمات جلالة الملك. هي راح موجودة. لا تحتاج لأن الملك رئيس الدولة. ولأن الملك رئيس الدولة خاص المرؤوسين دياله كاملين. يستجبوا الاحتياجات والحقوق والمطالب للناس. ما نحتاجش راك كينة تعليمات. عادي يقول وراك كين واحد تعليمتوا في ضيافة. هم ضيافتوا بدون وجو التعليمات. لأنهم غاربة. وكيحولوا. وسبق للملك احدى الملاسبات دياله. اهضر على التحويلات ديال العملة ديال الخارج. حتى الناس الجالية. قاعد لك يصافروا. مثلا. دوق كينة تمويلات. كينة إشهادة مغاربة. علش يجي الباشا مثلا. عادي يقول وراه أخبار مودي الفندوق. بلنه هناك. خاص مودي الفندوق يعرف وجود تعليمات ديالج الملك. عادي يمكن تعامل معهم. عادي يمكن تعالفهم. وفي تعظمت ليش تعليمات. أنا قنا حطي غفارة. ألا يستحقون معاملة. ألا يستحقون يعني خدمات. حيث هم مغاربة. عادي هم باشار. دخل عندك الباشار مغربي. عاملوا. عاملوا. علش بالضبط. حتى تكون. حتى تكون هاد المشكلة. إذن هو أخب وطالبين هو تحسين الخدمات المقدمة له. واش بالضرورة. ندروا هاد الناس حتجوا. ووصلت صوتهم. ودخل الباشا ودخل الروين. واش قادر المغاربة كلما يحتجوا. واش كلما غنذكرهم بوجود تعليمات ديالج الملكة. عاد الإدارة ديال الخدمة ديالها. واش هادها مش مشكلة. واش هنا ما كيبانش أزمة ديال التواصل. واش هنا ما كيبانش أزمة ديال علاقات وتنسيق ما بين المؤسسات. علش عاد جيد داخلية والباشا وكان. حنا دخلنا في حد الحملات ديال ديال مواجه كورونا. كان قولوا بأن السلطات مش هادت مجهودات بزيانة وكتحمي الصحة العامة. واخذت مبادرات. ما كين باز. ولكن لماذا لا يتم تطعيم هالشي. بالأمن وصلوا هالشي. بمعنى ما شي غيندقوا بنادم بالمقدمة دبوا الشوكة ولي ما دقها شو ما عندك شوارقة. ورا كاي يقول لكم السلطات راه لما يجال لبرا راه لهم مرسوا. اي وثيقة بيرصيها. اي ادارة راه ما هترسالي. وفتالي راه غادي جوليه تنطر. ونجو معهم راح نحتاجه كوابس السيز منه. بوش بنادم قهوية عباد الله فقهوة. خصو يدخل يشرب قهوة خصو جواز. يعني ابسط الحقوق دين الانسان بش هتلوه بحالاتها فوق الارضي. ابسط الحقوق مع هالجواز دي تطلقها. صبح بنادم ما تشيئ. شيئ الانسان. والمغربة مثال كندراء وش باشي. ومن لي غندلوا احنا هاتشي. على الاقل الى اتصاب شي واحد فيروس قاسو. نتكفلوا به. جوج. لكن الناس عندهم الحجر الصحي. وانتنلوا فيهم. و امان مشوا دولة اخرى. السيد هادا اللي تكي قولي. قولي يا حامد. بنت اختي. فرنسا. قلي مشت لفرنسا. قلي دول الله الحجر جوج اسابيع. قلي قلي البوليس جوج. قلي كله تمانية وربعين ساعة. طيلة ديك المدة. قلي تكي يفاشقوها. قلي ومكي علموهاش. قلي تكي يجيو السط. شنو كي. شنو عندك شنو خصك. يشوفو البروتوكول واش محتار ماها قلي. قلي واي حاجة بغاتها. تبقى في امان الله. قلي تسالة ديك المدة. دولها البس اير ولا كده. ملقوا فيها عند حتى شي حاجة. استرجعت نشرتها. الحياة ديها الطبيعية. كينا زيارات. كينا معاملة. كينا ماكلة. احنا ما لنجيب ناني بقى يقول لنا. خلو نصدير البيض. وليوم ما عارش في نقريت شي تدوينا. شي تقيد او متحدة. المغاربة. سوء التغذية. واحد اللي قشت. علاش. 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 بغيت نفهم هنا. يلا غنديروا واحد تسعون وسبعين واحد جاي في طيارة. واش بزيف. هادو ما نحترضنو. وش حال عياكلو. ش حال عياكلو. ش ح الرئيس جماعة. يوكل الفلوس اللي عنده. البونة اللي عنده. ديك فلوس اللي كتمشي. يوكل تمناله في خلق. عاد هاد الناس غنقشيهم في كورونا. ما نقشيهمش في ضيورهم. وحد يبقى يقول لنا. مارتي واكلة بيضانة. ما معشيش. بغيت اتاي. مطالبه. حشوه ما بلن يهضر على كرشهم. مش يعني هادو كلناس مساكن. نو. حشوه ما تخليه. الناس يضروع على كرشهم. ما هو كرش. ما قشيه وات كيضر على الماكلة عباد الله في قانون 21. الناس لو طل كنت نقشي مطالب كبيرة. طال الناس ما كنت نقشي مطالب يول بغيت ناكل. بغيت نشرب. بغيت نعس. بغيت نقرأ. بغيت. احنا باقي نقشوا هاد المطالب عيب في القارن 21. عندك ماكلة. مدراسة. جامعة. مستشفى. الناس كنت طالب ليون شي مطالب. شوفوا السين شنو صنعت مؤخرا. يعني السرعة دي اللي كطائرة. وفين وصلتش. علش احنا باقي. انا معشي ببيضاء. واش الانسان اللي عنده اشكال معه ببيضاء. هينتجلك. هيفكر. هيعطيك اجيال. احترام يكن قول اي واحد. الانسان بقي التالف مع مصارنه. بقي التالف مع مصارنه. كيف اي انخارط في مجتمع وتكون ثقافاتها الشاركية ويبدع وكذا. فهدي من الاشكالات العميقة. ارتباطا بهذا الموضوع دائما. انا بغيت نطرح اسئلة. هاد رحلات السيدنائية اللي تفتحت. عرش بالضبط؟ سؤال من حقنا الصحافة من حقنا. لماذا طيارات تجي من الامارات وتجي من اللي شبونة وتجي من تركيا. حليش. شنو ما بغينين نفهمه. شنو هو السبب بالضبط. علما انك نسمعوا لي شبونة وحطها في المنطقة الحمراء. يعني فيهم كورونا ضماناتي. واكثر يا البرتغال. الناس كي يسولوه. شنو هو كيفاش. لماذا هاد الدول. علش ما يسمحوش للمغاربة. في مكانو. اللي عالقين. خليسي دي الجالية المقيمة اللي عندو فلاكات ناسيونال. وهو راه المغرب. الدولة الوحيدة. الدولة الوحيدة. اللي ما سمحتش المواطني هيرجعو. الوحيدة الوحيدة. الوحيدة. اسرائيل منعت منعت ولكيش كن منعت الاجانب. ولكن اسرائيل يدخل لبلاده. ممكن لكش تقول لي ما تجيش لبلادك. حيش كين. ممكن. الاصل شنو هي الدولة هي الام. هي ام المواطني. امهم. انا ممكن شي ممكن ترفضوا دولادها. المم من كي امرض لها ولدها بش جدا. بدك الشي اللي فيك تهزوا. لنا نفترضوا دولادنا نفترضوا دولادنا نفترضوا دولادنا. ممكن لاش نتنكروا لهم حيش ما امرضوا لي عاديونا. نحتضلوهم. نجيبوهم. ندخلوهم. ندرو شي طول. ولكن ما نقولوش ما ندخلش لبلادك. تحت اي ضارف. لاحظوا معي. تحت اي ضارف اللي جيك على بارك. هدي بلاده وتربتو. انا مطالب نلقى الحل. مطالب معاك نحمي. مثلا للصحة. ونحميه هادش اجراء ندروها. ولكن شنو هو الساند نقول المغريبي ولد بلادي. بشاخر الجميل فلوسه كيحولي العمله للخارج وكيدخليه ومغرب وما احتضنتوش ومشرد ونخليه مشرد هنا في العالم عند الدول. كليت سمعنا واحد عباد الله ماتلو ببواه. بقالو فريق فتلناجة قلك عام في هولندا. وكينا الدول اخرى اللي بحال توركيه كيقول لك دارت صنادق بحال البضائع مكين بس. بنادم يتدفل في بلاده. وكي بنادم كيقولوا في السعودية ده بشيت الشرف واحد في العمر مساكن. وداروا معهم ويكالات اصفار. قال له كيديه وكيجيبوله طي سالة له ده بات يقوله اخوي عليا. كالاش المغاربة اخوضني يلقاهم شردين. نجيبوهم تحت اي ضارف كامل المغريبي. هدا هو هدا هي الوطنية. هدا هو لا بغينا المغاربة هدا أحده يحسوه. ودا وزارع محسوش الناس المهم. علاج على شلالة من دون دول العالم. من دون دول العالم. من المغربي ما هيش اللبلاده. ومن دون دول العالم كنقول. يمكن الأجانب مستدوه. معقولة نحميوا بلادنا ولكن المغربي ما يمكنش. لا إلهيا لا ظلسوريا لا وطنيا لا أخلاقيا لا لا لا. أي حق؟ نقطة اخرى لقطة اخرى وهذا يا بالتالي تحتاج لواحد النقاش.تبه احنا رجع على النقاش لول دي المالك عنده تعليمات يعني أنا رجع له واحد نقطة أن المالك أعطت تعليمات على ضوء هالباشات يقول له تلّا ولكيش حال هادي سمعنا بأن المالك كذلك هضر على تخفيض الأسعار دي التذاكر دي التطير فاليوم كيف يش كنسبعه خمسة لف دلم ومليون المغربي بغيش يغي مثلا المسافة دي الربع ساعي وليدير فيها ساعة والأسعار غالية مان المستفيد ماليا تش كون يمستفيد من هات شي وفي نية تعليمات المالكية دي التخفيض هذا هو عمق الأزمة في المغرب هذا هو عمق الأزمة وقلناها ميران وكران هاد الفراغ اللي كين ما بين تعليمات مكتنفت وسبق المالك في إحدى لاتذكرته قال أنا أعطيتش رسالة للوزير الأول في شيء ألفين وشوش كنضم على الإدارة بخص الإدارة قال لكم ما تمشوا احترام الرسالة ديالي فكين مشكلة عاميق وكيما كيهضر المالك مثلا على الفاساد كيما كيلقاه وكيما كيلقاه مثلا عدد من الحواج Voilà وفي خطب ملاكية وكينا مشكلة انا كنمسوره هاد الفراغ هاد الهوة هاد الاشكال 더 للتنزيل 계el الخطب الملاكية أو تنزيل القواعد الدستورية أو تنزيل تعليم الديني أو أي تعليم لماذا كين واحد الهوة مابين الواقع ومابين الخطب ومابين القواعد الدستور ومابين القرآن ومابين لاش الإدارة في الكين الخلل هذا هو المجهود اللي خصنا اليوم مشينا نجريальных Nahjano خصنا نلقاهvie الخلل دبا بعض الباحث كيف يفسر كلامنا بواحد طريقة. المغاربة ركادر معكم مشكل مسؤول. ركينا بعض المغردين كي بدوا يعوجوا لهذا. دبا نقشوا هات الشي دي المراكش. دبا وش المالك ساق الخبار بأنه مراكش يوقع فيه لكش. دبا المالك. جاتوا معلومة عليها الباشا تحرك. ممكنش. مكيش شي حادث فيه. نقوله متلان شي حاجة دي تلتمية تلف خرجو في شي منطقة والقيامة قد نقوله المالك ساق الخبار. دبا هادا هادا عقطة. لاحظوا الحركة اللي عودتكم. جاء الباشا قالوا كين تعليمات. اذا كين تعليمات. فوكش تفعلت. احتنا تصداع. اذا يا راك دا. هادا هو عمق الازمة. احنا الناس اللي كي يخدموا الى تحت تحتير الضغط. احنا بغينا واحد جو فيه كين الخلل. الانسان يؤدي واجبه الوطني بلا ضغط. بلا ما يخاف من العقاب ومن الجزاء. بلا ما تكون تعليمات. هوا يكون مبرمج. هوا يخص يؤدي. هادا الانسان فوكش غنصنعوه. يؤدي خدمته. المال العام ما يقيصوش. يخدم اخوته. عيدا كشي اللي قدر الله. كان عرفوا التحديات الاقليمية والدولية والرأسمالية والامبريارية. وحنا عدنا هادشي كان وعاوة. ولكن تقولوا بحد الخدمات الدنيا. ده بوش ميريكان ولا صندوق النق الدولي. هو اللي منع الباشا ولا منع الخدمات. اذا كين حويش لتتحلعها بيناتنا. خص غير شوية دي الانسان يعني غير شوية دي الوطني وشوية دي المسؤولية. مملا دم احنا مشكلة ولينا صنعنا في هاد البلاد معا كامل اسف. صنعنا واحد المواطني ولمسؤولين. ما كيشتغلوش تحت مشاعر الوط وانتماء الوطن والحب. كيشتغلوش تحت بحلي غير وظيفة باش يوكل ولادو. يعني غير القد دنيا خاوية كيسلت. غير القد الظلمة كيدوز. لا احنا بغيني بلان يخدم في الظلمة. ويخدم في الظروف ما شيفوشة واحد. وكيبداع. فو كيش نصنعو هاد الناس وسط وسط الوطن. شكرا لكم الزوار دي الموقع وياللقاء.